دكتور طارق لو بدأت بحضرتك تقييمك لشكل البطولة الجديد هل شايف ان الشكل ده افضل في صالح الكرة مصرية بشكل عام ان انا لقاء السوبر فيما قبل كان بيبقى ناديين وبيبقى لقاء واحد الشكل الجديد تقييمك لي ايه؟ شوف في اي بطولة في الدنيا لو لعبت عدد اكبر من المباريات بيبقى الحكم على البطل افضل من انك انت تلعب مباراة سليم كلما كان في كرة القدم الوقت اقصر بتلعب فيه فريقين مع بعض كلما كانت فرص المفاجآت اكبر يعني عشان كده دايما بنقول ايه مباريات الكؤوس فيها مفاجآت كبيرة وتلاقي ساعات بطل كاس يجي من نادي درجة تانية في اي حتة في اوروبا وما تلاقيش مثلا بطل الدوري بيجي الا من القوة الكبيرة عشان كده برضو عايز اقولك حاجة حتى تحاد الدولي لما كان زمان تصفيات كاس العالم من الاول لالاخر كلها بتتلاعب بنظام النوك اوت وجد ان نظام النوك اوت ان فرقة تلعب فرقة والخسرانة تطلع على طول ده بيقل الفرص كتير من الفرقة الكبيرة وبتلاقي فرقة صغيرة بتحقق مفاجآت بتوصف فقرر ان في كل مرحلة من المراحل لازم يكون فيه مرحلة دوري زي المجموعات اللي هي راوند روبين كده بتتلعب في مرحلة من مراحل البطولة ودايما اما بيجوا يتكلموا على العدالة في تصفيات معينة بيتكلموا على امريكا الجنوبية دوري في تصفيات كاس العالم دوري كله بيقابل كله مرتين كمان فبتبقى مثلا بيلعب العشر فرقة دول بالعوي تسعة وتسعة تمنتاشر مباراة فالعدد الكبير ده من المباراة بيضمن تماما ان القوة الكبيرة هي اللي حتقدر تستمر وتكمل عشان كده دايما منقول بطونات الدوري لا يمكن يفوز بيها فرقة مفاجئة او اندردوك بلغة الكورة الا في مناظر يعني يقول للسنوات طويلة جدا ده مظبوط جدا نيجي بقى للسوبر كانت مباراة مباراة واحدة واختف وجري زي ما نقول لكن لما بتبقى بنظام الدورة اللي هي فيها اربع فرق طبعا لا شك ان غياب الزمالك اثر كتير احنا متخيلين كده ان فيما بعد ان شاء الله بعد السنوات القادمة حيبقى دايما الاهل والزمالك موجودين لان يا بطل يا تاني دوري يا بطل كاس يا تاني كاس يعني لازم حيكون اوي حتى بطولة كاس الربطة اللي هي واحد ممثلي فانا باعتبر ان تعديل النظام بوجود اربع فرق زود من زخم البطولة زود من قوتها زود كمان من المباريات الكبيرة اللي ممكن تكون فيها سواء في الدور قبل النهائي او النهائي وشفنا في اليوم الاول كان في الدور قبل النهائي للبطولة شفنا مباراتين انت وفسرتهم بالدراما لان فعلا كانت مباراتين دراماتيكيتين واحدة انتهت بركلات الترجيح اطول ركلات الترجيح في تاريخ مصر والتانية بهدف في الوقت بدلت ضايع يعني هدف واحد جي في مباراتين كان الامور يعني فيها اثارة كبيرة جدا شكرا